السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الثاني السنوي اهلا بكم في فيديو النهاردة النهاردة معنا يونيت فور تشينجينج انجليش المقصود يا جماعة بتشينجينج انجليش هو ان في كلمات دلوقتي في القوامس الانجليزية ما كانش موجودة قبل كده وبرضو ده بينبع اساسا يعني يا شباب من ان اللغة دايما مواكبة لموضوع التطور الحادث في التكنولوجيا فمشي مع التكنولوجيا باستمرار ففي كلمات دلوقتي مستحدة ما كانش موجودة قديما في القوامس القديمة طبعا فيه هناك مجموعة من الاختصارات برضو الشباب لما بيتكلموا اللغة مع بعضيهم بتكون لغة خاصة كده لغة معينة وتزهر في الكتابة لما بتزهر في الكتابة طبعا بتزهر على شكل اختصارات يا طرق ايه المختصر دوت دوت المقصود بايه ده هننقشوا مع بعض ان شاء الله من خلال هذه الوحدة معانا الفوكابلوري بيج نمبر 169 صفحة 169 من كتاب المعاصر طبعا عندي معناها اختصار يعني اختصار اكرونيم اختصار بالاحرف الاولى بلوج مدونة الكترونية على انترنت وتيجي معنا يدون كفعل يعني كميونيكايت يعني يتواصل وليتقض هالفجار رويذ كوميونيكايت ويز الاسم منها كوميونيكايتشن التواصل او الاتصال كونكلوجين يعني خلاصة او خاتمة بتساوي اند اللي هي النهاية اموجي رمزي تعبيري نتائج فورمل يعني رسمي فراون يعني عبوس او تجهم يعني تكشيرة يعني فراون بتجي فعلي برضو ماضيها فراوند انوفيتور يعني مبتكر او مخترع عندي العمود التاني من الكلمات انتروداكشن يعني مقدمة لينجويست يعني خبير في اللغة او عالم لغة مسجر سالة او تجمعنا يراسل برضو او يعتبادل الرسائل كفعل يعني مسج مسجينج التراسل او المراسلة ميس اندريستاند يوسي الفهم مس اندريستود دي الماضي بتاعها نسي سعر لي يعني بالضرورة او حتما بريفيكس مقطع بادئ وعكسها سافيكس عكسها سافيكس يبقى بريفيكس عكسها سافيكس السافيكس اللي هي مقطع في اخر الكلمة بروسيجر خلي بالك من نقطق بروسيجر اجراءات او نهج سيلفي سوى الشخصية سوري سورة شخصية سيلفي سافيكس مقطع ناهي ايو السافيكس اوه يا شباب اللي حنا عليه اكس بريفيكس تون اللي هي نغمة الصوت او النبرة عندي كمان مجموعة اخرى من الكلمات عندي ادميت يكر بي او يعترف بي ادفايس نصيحة ولي اسم ما بيتعدش ادفايز خلي بالك من النوت ادفايز يعني انصح ايم هدف او اه يهدف الى فعله واسم يعني ااب باختصار لأبليكيشن لتطبيق اوثر مؤلف او كاتب ااا اوير يعني يعني على علم بي او او مدرك كذا كذا اوير ودي تاخد حرف الجر اوه 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 باسيك يعني أساسي ودي صفة باسيكلي يعني أساسا دي عاد في البزارف تشينج التغير أو يتغير أو يغير تشينج سايت يستشهد به أو ينوح عن سايت كمفرتبول يعني مريح حكسا ان كمفرتبول بحط يؤن في الأول بجيب العكس بتاعها كده حط ان كمينت تعليق أو يعلق كمبير يعني يقارن مجموعة أخرى من الفوكابلوري مانشن مانشن يعني قصر أو سراية مارك يعني درجة ميسيوز يوسيق استخدام المقطع ميس يا شباب اللي هو البريفكس المقطع البادئ ميس ده يعني بيجيب معنى يوسيق زي ما قلنا من شوية ميس أندرستاند هو يا شباب ميس أندرستاند يوسيق الفهم ودولة عندنا ميس يوز يوسي استخدام طيب موفمنت حركة نيجاتيف يعني سلبي نوتس يعني يلاحظ أو ملاحظة أردر أمر أو يأمر بوينت نقطة أو يشير تجي فعل وتجي اسم بوزيتيف يعني إيجابي عكسها نيجاتيف اللي قلناها فوقه هي يبقى بوزيتيف عكسها نيجاتيف بوزيتيف لي يعني بشكل إيجابي بايت ظرف بوست تجي معنى منشور أو ينشور يعمل بوست يعني تجي معنى يرسل بالبريد بوزيتيف لي بشكل مناسب أو بشكل صحيح بوزيتيف لي صفحة مية وسبعين connect يربط أو يتصل create يخترع أو يبتكر debate مناظر أو يتحاور effect أثر تأثير نتيجة جماعة effects encourage يعني يشجع ممكن تاخد حرف جرة encourage to يعني يشجع عن أو يشجع على أن endless دي صفة بمعنى بلا نهاية طبعا المقطع لسه ده اسمه suffix يعني مقطع نهائي بيجي في نهاية الكلمة عشان يخليها صفة ومعناها بدون endless يعني بدون نهاية يعني بلا نهاية expressions تعبيرات خاصة تعبيرات الواجه مثلا facial يعني واجهي خاصة بالواجه facial جاء من كلمة face foreign يعني أجنبي أو شخ أجنبي دي صفة أوكي foreign books مثلا كتب أجنبية foreign countries دي والأجنبية headline عنوان رئيسي immediate دي صفة immediate يعني فوري الظرف يعني immediately بزود لها اللواي include يعني يضمن ويضيف inform يعني يعطي معلومات يعني يعلم يعني بتسوي tell اللي يخبر يعني تسوي tell interest اهتمام أو يثير اهتمام أو يشوأ introduce يقدم أو يطرح introduce يعني بقدم موضوع معين بطرح موضوع للمنقشة مثلا joke joke معناها مسحة أو نكتة تيجي فعلا معنا يمزح اه low العالي الصوت اه وتيجي برضو ظرف بمعنى بصوت عالي lovely بتسوي very beautiful او رائع او very wonderful purpose يعني غرض purpose يعني غرض طيب react react يتصرف اه recognizable يسل التعرف عليه recognizable record يسجل او سجل request طلب ويطلب require يتطلب ويستلزم ده فعل research بحث او يجري بحث research response استجابة او رد result نتيجة او او ينتج او ينتج قصدي result reuse يعيد استخدام المقطع re ده يفيد اعادة الاستخدام يعني section يعني قسم speaker يعني متحدث او السماعة برضو subheading عنوان فرعي suitable مناسب survey بحث استطلاعي thesis موسوعة مفردات topic موضوع او فكرة رئيسية uncomfortable غير مريح unlike على عكس او بخلاف warn يعني يحذر weather warn يعني يحذر unlike على عكس weather يعني سواء او هل دي يعني ايه بتيجي في الجمل الغير مباشرة طيب نخلي بالنا جدا جدا من الكلمات اللي هي موجودة في العمود الاصفر ده يا شباب دي احنا قلناها اثناء قراءة الكلمات اللي همنا دلوقتي الشباب هو مرحلة التدريب على الاسئلة بقى اوظف الوكاب دي ازاي اومر زي فرندلي نقط انكارج دمي تو اسك هم فور هل اومر ز فرندلي تون النبرة الودودة الطيبة بتاعته شجعتني ان انا اطلب منه المساعدة الاختصارات الاختصارات دي بتخص انهي اللغة الغير رسمية انفورمل الاختصارات 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 بيستخدام الحروف الاولى طيب استجاب ورد يعني يبقى رد باموجي شكل تعبيري عبارة عن زهرة رد زهرة حامرة طيب الناس اللي بيستخدموا السوشيال ميديا وطبعا هعفين السوشيال ميديا دي جماعة نتجة من التقدم التكنولوجي الهائي اللي احنا بنعيشه حاليا طيب قلنا طالما في تقدم تكنولوجي بقى في تطور للغة باستمرار فاحنا عندنا كلمة انوفيترز هي الحل those who use سوشيال ميديا are language انوفيترز they introduce new ideas بيقدموا أفكار جديدة into language داخل اللغة رقم سبعة لينز موبايل is full of داك نقط of herself and her friends داك سيلفز لينز موبايل الموبايل بتعلين is full of داك سيلفز مليان بالصور السيلفي لليها هي ولي أصدقائها طبعا مين يا شباب الان على الاختصارات والاموجي واستخدمات الاموجي واستخدمات الاختصارات اللي هتضمر اللغة الرسمية مين طبعا لمدي طبعا اللي هم علماء اللغة طب my father when I started to talk about the school trip next week this made me worry الحاجة دي ألقيتني يبقى my father عمل إيه when I started to talk about the school trip لما بدأت تكلم عن رحلة المدرسية بابا عمل يبقى كده فطبعا الحاجة دي أغضبتني أنا يبقى بابا كشر يبقى إيه فراوند قمنا رقم عاشرة هنا فيها استئذان دي شباب would you kindly نقط ask of your new address يبقى inform us يعني tell us ممكن تخبرنا بي الnew address بتاك اللي من بتاك 11 our school library has a large physics section فيها قسم large كبير للفيزية بعد كده رؤى نقط me the good news she had heard آه أرسلت ليا letter d messaged بعد كده 13 رؤى نقط the good news she had heard to me يبقى نها communicated the good news she had heard to me والتوند والفراوند والأيوبي طبعا تبقى communicated وصلت لي letter a الجملة 17 you give your opinion انت رأيك in the conclusion في آه انت رأيك في ال conclusion introduction من body طبعا آه هنا بقولك انت اللي بتعبر سوريا يا جماعة انت اللي بتعبر عن رأيك يعني في انهي جزء من ال طبعا في الخاتمة يبقى انت ككاتب بتعبر عن او بتبين رأيك فين في اي جزء من ال essay طبعا conclusion الخاتمة بعد كده you can't use abbreviations in نقط email or letter ما تقدرش تستخدم الاختصارات in طبعا في الاميلات او الخطابات الرسمية يبقى formal بعد كده ma number three كده او aka دي طبعا يا جماعة اللغة غير رسمية اللي بيسموها ايه معاك نقط from المؤسر will help you take online exams according to the new educational system دوة عبارة عن app يعني application المؤسر مخصصة ومنزلة علشان يساعدوا الطالب في عمل الامتحانات الانلاين يعني جملة 17 not is a letter or a group of letters added to the end of the word to form a new word طبعا هنا اللتر يعني حرف يا جماعة مش خطاب حرفة مجمعية من الحروف اللي بتضاف لنهاية الكلمة طبعا النهايات اسمها suffix إنما البريفكس دي في أول الكلمات 18 usually read the followers comments on their posts طبعا اللي جابة هنا تبقى البلوجرز البلوجرز اللي عملين اللي عملين أصحاب المدونات يعني هم اللي بيقروا الفولوورز comments رقم 19 is a group of letters مجموعة من الحروف added to the beginning of a word to make a new word طبعا دي البريفكس يبقى البريفكس عكس الصافيكس البريفكس اللي هي الله واحك اللي في أول الكلمة there of the research surprised everyone إيه بتاع البحث surprised يعني فاجأ الجميع فاتق findings فاندنجز اللي هي النتائج إن زا نقط paragraph you tell the readers what you are going to write about and how you are going to do so طبعا ده turn ولا conclusion ولا introduction ولا بريفكس طبعا ده introduction يعني مقدمة مقدمة أي paragraph ده بيخبر القارئ بالموضوع اللي انت ايه ناو تتكلم فيه يعني 22 be optimistic يعني كن متفائلا don't look only add the no outside of life اه يبقى ما تبوستش لا تنظر للجانب السلبي من الحياة يبقى negative side رقم 23 you can use for the different parts of the report ممكن تستخدم الheadlines والsubheadings اللي هي العنوين الفرعية اه للأجزاء المختلفة من التقرير طبعا أستخدم أستخدم طبعا subheadings اللي هي العنوين الفرعية لانك انت بتكتب في نفس الريبورت نفس التقرير التقرير دوت يعني بينقسم لأجزاء فعلى كل جزء ممكن نحط subheadings العنوين الفرعية 24 you're not expressions reflect your feelings and reaction طبعا your facial expressions التعبيرات الخاصة بالواق طبعا بتعكس مشاعرك ويرد فعلك رقم 25 بيقول لي is a book in which words are put into groups with other words that have similar meanings المجموعة الحالة في letter D اللي هي fetress اللي هي مجموعة المفردات أو موسوعة المفردات اللي فيها بتحط الكلمات على شكل مجموعات بجانب يعني بعض الكلمات الأخرى اللي لها نفس المعين بعد كرة رقم 26 بيقول لي it is honest to not your sources of information طبعا من الأمانة أنك أنت يعني تذكر وتكتب المصادر بتاعت المعلومات بتاعتك يبقى cite وطبع لقلنا cite معناها هي استشهد بي يبقى أنت تستشهد بي المصادر بتاعت المعلومات بتاعتك في الكتابة اللي انت بتكتبها تستشهد يعني طيب THX is more of for thank you طبعا دي يا جماعة عبارة اختصار thank you أو thanks يعني دي ما تقري كده thanks أو thank you تبادية an abbreviation اختصار طب smart phones provide a more advanced نقط system التليفونات الحديثة الذكية provide a more advanced a system يعني بتمدينا بنظام بنظام messaging بنظام تراسل تراسل advanced يعني متقدم face to face نقط know the reaction of their listeners from their facial expressions اللي جابة طبعا messaging يعني طيب face to face لا تنسوا عشينا جماعة مع للشي face to face نقط know the reaction of their listeners يعني بيعرفوا ال reaction رد الفعلي بتاع المستعميم بتوهم من التعبيرات الخاصة بالواجه يبقى face to face speakers متحدثين face to face بيعرفوا ال reaction بتاع المستمعين بتوهم من خلال التعبيرات الواجه رقم 21 the main note of discussion is the new educational system يعني النظام التربوي أو التعليمي الجديد يبقى the main topic of discussion the main topic يعني الموضوع الرئيسي لحوار يعني ومنعشة هيكون خاص ب the new educational system النظام التعليمي الجديد يبقى الحل طبعا لتربية الجملة 31 turning off his mobile اغلاق الموبايل بتاعه doesn't نقط mean ليس بالضروري يعني he doesn't want to talk to you هم ليس يعني بالضروري انه مش هايز تكلم وياك he might be asleep after all ربما يكون نائم necessarily ليس بالضروري يعني كذا كذا ركب 32 ركب not up the muscles of your body التمبرنات not up the muscles of your body عضلات جسمك اللي اللي جاب طبعا هتبقى letter b tones لان tones up معناها يقوي you don't need to work hard at all مش محتاج تشتغل بجد خالص يجون دي طبعا بتعني what can be described as positive advice هل دي نصيح يعني كويسة ولا negative advice مش محتاج انك تعمل بجد يبقى دي طبعا negative سلبية معيش ايجابية يبقى negative advice وصيحة سلبية 34 وليز نقط of the essay tells the reader what the topic of the essay is the headline العنوان بتاع essay بيقول يعني القرق الموضوع يعني بيكون عن ايه بعد كده ايجوت تايرد انا يعني تعبت يعني وارهقت of your complaint من الشكاو تعتك ال a endless complaints isn't there anything positive in your life يعني 30 a lot of young people الكثير من الشباب نقط social media in a way that affects their health and waste their time طبعا ده هنا معنى سالبي يبقى يسي استخدام social media يبقى misuse رقم 37 30 don't sugar in the shopping list don't sugar لا تضم مه محط هاش don't include sugar in the shopping list we have enough of it man a min l kefi 38 i sent a email of thanks but to email shukra in what to his kind offer يبقى استقابة او كرد يعني لعرض الطيب يبقى response in response to يعني ردا لعلى ردا على طيب i wonder if you could tell me the not for applying for a passport أنا أتعجب وستغرب لو أنت يعني تقدر تقول لي أو تخبر ني the procedure لإقراء لطبيق for a passport ل passport I never expected you to not me I am really shocked I never expected أن عمر متوقعت أنك أنت not at me misunderstand me أن أن تسيق فهمي يعني I am really shocked أن فعلا عندي صدمة 41 بيقول لي is a personal website موقع شخصي دائر يعني مفكرة كمان ومدونة يبقى بلوغ على tool for other people to read يبقى بلوغ مدونة is an icon used in electronic messages رسالة بتستخدم هي a icon icon يعني أو هي عبر عن icon يعني بتستخدم في الرسالة الإلكترونية وعلى المواقع يبقى إيموجي إيموجي قملة تلاتة وربعين information that is discovered as a result of research into something is known as findings يعني النتائق language is used in official or serious situations مواقف جد أو مواقف رسمية يبقى اسمها لغة طبعا formal رسمية رقم 45 to not is to have an expression on your face that shows you are not happy حق كد على وشتك تبترسم على وشتك لما تكون شيء مبسوط يبقى تكشيرة يبقى فراون 46 is someone who introduces changes and new ideas هو الشخص اللي بيقدم أفكار قصدي يعني بيقدم أفكار جديدة وتغيرات يبقى بلوغ والإنوفيط والميسجينج واللينجويست طبعا بيقدم أفكار يبقى مبتكر يبقى innovator 47 is someone who studies or teaches linguistics طبعا بيدرس اللغويات يبقى linguist تعلم لغوي 48 is the change in your voice يبقى تغير في الصوت يبقى التون النبرة letter a 49 the system or process of sending messages using electronic equipment is known as messaging التراسل messaging صفحة رقم خمسين 2 is to not understand properly يبقى misunderstand معناها ألا تفهم بشكل صحيح يبقى هي misunderstand يسوي الفهم 51 بيقدم is a way of doing something especially the the correct or usual way هي طريقة لعمل شيء خاصة the correct or usual way الطريقة المعتادة وطريقة الصحيحة بل اسمها procedure وإجراء 52 is a short form of a word or expressions short form صغيرة مختصرة يبقى abbreviation وليست الحروف الأول هي acronyms 53 is a photograph you take of yourself صورة تطقتها لنفسك يبقى selfie letter D 54 والأخيرة is a word formed from the first letters of the words that make up the name of something طبعا ده procedure وال abbreviation ولا emoji ولا acronym عبارة عن كلمة تتكون من الحرف الأولى من الكلمات يبقى acronym بكده يا جماعة نكون انتهينا من فيديو النهاردة اللي اتمنى ان يكون هذا على اعجابكم ان شاء الله الحصة القادمة او الفيديو القادم بإذن الله هيكون خاصة بالpart two vocabulary study دراسة الكلمات وهيديننا مفردات synonyms وعندنا collocations طبعا وعندنا antonyms وعندنا expressions and idioms اللي هي مصطلحات يعني وتعبيرات معينة دون ان شاء الله هنأخذوهم بإذن الله في الفيديو القادم اه إلى ان نلتقي بكم لكم مني خالص تحية ودعا لله سبحانه وتعالى بتوفيق والنجاح الدائم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام يا أحلى الشباب لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله